وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج أتفضل يا أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك كيف حالك يا أبو إبراهيم إياك الله لو سهلا الله يضعك صحة عافية شيخ طب شيخ الله يسلمك عندي ثلاثة أسئلة الله فضل السؤال الأول ما هي أحكام اليمين نعم والسؤال الثاني حكم من يتوضع وهو لابس القفازات قياسا على الخفين وهل يمكن يا أبو إبراهيم والله أنا صادفت هذا الشيء هو ما يمكن بصادفت أحد الأخوة يقول لي هذا الشيء يسأل يعني ينسأل في هذا الشيء طيب إن شاء الله إن شاء الله والسؤال الثاني مارك الله فيك حكم الصلاة في الشارع ووضع السجادة على البال وعلى الصرف الصحي هل تصلح الصلاة بشكل هذا شيخ إن شاء الله أبو إبراهيم الله يزيخي أهل وسهل فضل يا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام أخفض التلفزيون أولا أخفض التلفزيون وبعدين كلميني من السماعة ورفعي صوتك لو سمحت بخطور فضل هذا أغدي أنا أبوي هذا وداعي إذا حصل الحي السنة فإن شاء الله كيف وداعية يا فاطمة يعني الوالد الوالد متى توفي الوالد أبوي من العام أنا صغيرة بعد يما توفي أبوي ما حق به إش تبغى تسوي لصدق تبغى تسوي لصدق يعني لا يعني حادثي الحي شبا قدي أنا أخلص ثلاث ألاف أنا جدتي وأنا وأنا عمي وأنا أبوي ثلاثة دفعت حج ثلاث ألاف لا ما دفعت يقولون لي زين ثلاث ألاف ثلاث ألاف يعني الثلاث ألاف على أساس الحج يحجون عنهم وما حجوا قبل لا لا ما حجوا كلهم ما حجوا أبوك ومن أمتي وأمي أبوك وعمتك وعمك أين ما حجوا إن شاء الله عندهم أمك وعمتك عندهم عيال لا لا ما عن تمشي مثل أنا أبوي مخلفني أنا بروحي بس طيب يا فاطمة عندك سؤال ثاني الأمس أنا قد سألتك أنا صلى صليت المغرب وصليت أثنين وما تحيت يبت عقبت الثالثة جاوبناك جاوبناك يا فاطمة ما سمعت الكلام لا جاوبناك بنفس اليوم يوم الخميس صليت الدكاء يعني استهو أنت سألت بنفس اليوم وجاوبناك بنفس اليوم ما سمعتها طيب إن شاء الله إن شاء الله حاضر إن شاء الله مع السلام الله يحييك فضل يا محمد محمد من عمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الله يعزك يا عزيز فضل أبوي الله يفضل عليك بالخير فعلى طال عمرة كل يوم صليت صارب الظهر أي صارب الظهر أربع ركعات ويوم ميت يلسك كنت شهدت أعتقد يلسك أنا حش من كم الأربع ركعات أي أنا ظهري يوم يليس الأخير الأخيرة يليس جانبي أي يعني ريول داخل تدخل الريولة متورك وانا خلي ريولة سيدة وبعدين سلمت أنا حش من كم الأربع ركعات أي وبعدين يوم تشهد سلمت كل شيء وقررت دعاوة أشياء أقف ذكرت بعد دقيقة دقيقتين ذكرت أني ما عرف أنا مصلي ركعتين واللي أربع ركعات ونشيت وفليت ركعتين وسلمت وسجد فدود السهو بعد ركعتين وسلمت وهل هذا موضوع دائما يحصل معك محمد دائما يحصل معك لا لا أول مرة في التاريخ أو يكون أعيد السلام أنت بعد السلام بعد السلام شكيت بس بسبب لأنك ما تورقت في التشهد الأخير سواء الله يا محمد أبشر تسمع الجواب أنا مرة ثانية صليت ركعتين ونتجت أبشر يا محمد إن شاء الله خاطرك سواء ثاني شيء مرحب ومسهلة حياك الله أمريم تفضلي أمريم راحة أمريم تفضلي رفيعة رفيعة من العين تفضلي نعم السلام عليكم السؤالي هو هل يؤذر الإنسان إذا كان يرسم ويكتب أدعية وأذكار مثل أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأشهد أن محمد ابنه ورسوله مثل هذه الأدعية ويعلقها في ألواح في الجدار والسؤال الآخر لو سمت هل القط الأسود هو شيطان هذا هو قط أنا أفكقي هذا كثيرا إن شاء الله يا رفيعة إن شاء الله لأننا لدينا في الخارج قط أسود ولا يذهب بعيدا إن شاء الله يا رفيعة إن شاء الله إن شاء الله مشكور حياك الله أبو عبد الرحمن السلام عليكم الشيخ عليكم السلام جزاك الله خير إياك الله أفضل أنا أقرض مطالق على عجلة الشخص فرقين ونسمعتي مبرمان وقال لك سابقا أني يقب عليهم الزكاة بعض هذه المضالق ترقع وبعض المضالق أنا أستحيل أطلب من الشخص لهم مقاس دين يرقعوها هل عليها زكاة وإذا عفيت عنها ورقعو ليها في المستقبل هل عليها زكاة إن شاء الله أتنازل عنه مرة واحدة حتى المستقبل لا قبلها إن شاء الله يا بابدرحمن شكرا أهلا وسهلا فضل يوم أحمد عليكم السلام ورحمة الله طالعا أمريكا أنا سمعت بالحديث كنت قاعد أتابع الزنامج واني كلم عنه شاند قاعد أرمى قاعد وقال الشيخ سيطلع وحطوا بحيانه في السيارة وطلع في الحوش وانحنا المعترف عليه عندنا هميها أننا ما يشوفون هالرياية للقاعد ما تشوف ريال ما عارف عاد هل هذا نحن على يعني شو كنا على الطريق يعني مبتح ذات تطلع بالحوش وانحنا لأن الحوش فيه ولا الطباخ ولا دريول ولا حد رأى الزراعة بتيوبة لازم إن شاء الله يا محمد إن شاء الله أبشر يا محمد يعني هل شوف الريال اللي هي ضرها ولا شوف الريال اللي يبطل دعوتها ولا شوست يعني يمكن عندنا شيء ما همين غرض كنا إن شاء الله أبشر يا محمد مرحب ومسهلة فضلي راشد عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسالنور والعافية والعمم بسوالين فضل بسوال أول فغيت نصيحة إذاك الله خير حق نساءنا يروحون لأسواق قريب المغرب في أذن عليهم المغرب هم في السوق يجونا الصلاة ويصيرون للبيت ويكونوا قد دخل وقت الأشياء نعم فغيت نصيحة إذاك الله خير إن شاء الله شيء ثاني طويل وعمر في لابة من تشرك اللي أعرفها اسمها ببجي لعبة اسمها ببجي لا مشهورة في تحديث أخير حق هذه اللابة طويل وعمر في بعض المراحل في أصنام راشد الظاهر الظاهر أنك ما تتابع البرنامج واجد والله أعلم الفترات أجبنا طال عمرك عليه والحمد لله المقطع انتشار والناس الحمد لله انتفعوا واستفادوا وجدتنا اتصالات كثيرة ولله الحمد ردود فعل طيبة ففي مقطع الله يرضى عليك موجود يعني ممكن إن شاء الله تحصله في يعني موقع التلفزيون وموقعي أنا ممكن تحصله إن شاء الله بارك الله فيك فضلي أمريم أمريم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا أمريم اللي تتلصيش قبل اللي تتلصيش لما قلت أنا نبر أيوة يا شيخ أنا مرب لكن قلت يا رب أنت شفاية أنا بلطوم كذا قلت ما قلت يا رب أنت شفاية أي يا شيخ واو الثالث ثاني أنا أغرأ لا تشارل المساء صبح المساء من السلف ونرد ولا السلف ونرد هل هذا جاز ولا لا إن شاء الله والسؤال الساس يا شيخ أنا عمي بنات صغار كذا ويقول لهم هتين كذا ولا هتين كذا يعني يجي بين وحالي نقول ما يطيعان نقول لهم خلاص أنا بشتري وعطي كن حلا وكذا بقضية ما عطيت بقضية بلا هل هذا يجوز حرام لي إن شاء الله أنا بزوجة واحدهم بعد أنها غار من خرمتي كذا يعني غار منها كذا لكن ما أكلمها كذا مع نفسي بس يعني يعني تغالي من ضرتك اي لكن ما أعمل شي بس كذا يعني غار مع نفسي مع نفسك ما تتكلمين يعني لا ما أكلمها بس كذا يعني مع نفسي إن شاء الله شكرا يا شيخ حياكم الله أظلي أنس أنس السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أنا عندي سؤالين تفضل أول سؤال أنا عندي مرض مزمن نعم وما كنت أقدر أصوم يعني حاولت أني أصوم من زمان بعدين ما أقدرت وقال لي الدكتور أنه خلص مع الـ XPM بس الحمد لله من حوالي ثلاث سنين لليوم لرمضان اللي فات يعني وأنا بصوم وما في أي مشاكل الحمد لله هنا أنا من يومين سمعتك سمعت حضرتك يعني عن واحد تقريبا نفس الحالة تبعي فقلت له أنه مضى مضى فهل هذا الحكي كمان بين طبع لي وكم سنة يا أنس كم سنة تقريبا وأنت ما أصومت رمضان يعني كثير أكتر من سبعة أو ثمانية والطبيب كم طبيب؟ طبيب واحد أكثر من طبيب والله يا شيخ أنا حتى يعني مع الطبيب حتى وأتقل لي أنه أصوم أنا أنه لا أصوم أنا حاولت أني أصوم ما قدرت ما قدرت يعني يعني يزي 15 عشرين رمضان وخلص مع إن شاء الله يعني سواضح خلص واضح عطيني السؤال الثاني لو سمحت السؤال الثاني لو سمحت بالنسبة لأسكار الصباح والمساء صحيحة بعدسناك بس بدي أعرف شوية إن شاء الله أعطيك العافية يا إخوة جلالك الله خير شكرا مرحبا أنس أبو أو أم أم محمد أم محمد من أبوظبي السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله والله يا شيخ أنا قد سألتك أول مرة إن شان هذا يمكن تقول للزوج لدى مستع حرمته وصاعي وصاعي ومسألتك والله على الواقف بس بالشين أسألك يا شيخ أني صراحة في رمضان أنني نفسني وأنه يوم سمعتك قلت أنا بصوم بس غير شيء كدية ولا شيء ومحمد قال لي السؤال قصدك الجماع في نهار رمضان الجماع ولا غير الجماع لا 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 بس لمس ها اللمس اللمس فقط إن شاء الله يا محمد إن شاء الله يلا الله يديك مرحبا حياكم أهل وسهل أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن والحمد لله الآن أصبحوا رجال أصغر واحد منهم عند أعيان بس هم خارج الدرولة كنت عندهم مرة قلت لما أنا الآن تقريبا ثلاثين سنة وكذا ونميت لكم الحمد لله هذا اللي استطعت عليه بالنسبة للمال والحمد لله وعندكم خير الآن أنا الوقت الباجي تبغون حكم بعطيك مياه وتبغون قالوا لا هذا يبقى عندك وانت عليك طيب أنا الآن ممكن أخذ نسبة أنا ممكن أخذ نسبة كذا وكذا في مياه قالوا ما عندنا مشكلة أي شيء أنت يجيبك سوى وكل شيء بس أنا الحين حسيت أنه متأثر شوي يمكن أنهم الجماعة مضطرين ما عندهم حل ثاني ما يقدرون يقول لي كذا فصار في نفسي شيء وغير تستفسر حل هذا يجوز لي أو ما يجوز ما بشير يا أبو عبد الرحمن بعد سؤال آخر جاء الله خير في دعاء القنوط طبعا لما يقول للإمام اللهم أدنى نحن نتابع بس أحيانا يقول مثلا في أشياء يعني في تعظيم الله وكذا هل نقول آمين أو نقول الحمد لله جدك الله أصلاح بالكم دعاء القنوط قلت لي قصدك في التعظيم أيوة في التعظيم الله مثلا اللهم هل نستمر في آمين آمين أو لا إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن الله إيزاك خياكم الله خضر يا نوها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بحالك يا شيخ أهلا وسهلا سؤالي لو سمحت يا شيخ ما هو الحكم الشرعي للبس الرجل للأقراط في الأذن لبس الرجل للأقراط للأذن إن شاء الله لو سمحت يا شيخ تفيدني بالمعلومة أبشري أبشري شكرا شكرا أهلا وسهلا خضر يا حميد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام بارك الله فيك أقول العمر عندي ثلاثة سلة بارك الله فيك نعم السؤال الأول الله يطول عمرك أنا بصلي بالليل هاي لما أقرأ مثل الآية سلسل لازم يعني مثل أقرأ مثل الخارعة وأقرأ مثل قلوة الله أحد وأقرأ مثل أضيق لاقم التكاث القلوة الله أحد ولا إذا قدرت أقرأ من فوق السور لازم التركيب إن شاء الله يحميد هذا السؤال الثانية طويل عمر يعني زوجتي نفس الشي بصلي بالليل وما وترت ولما أدك إذا الفجر بدأ ما أصلي ركعتين عملت ركعة وحدة ووترت فيها هل عملها كان صحيح أي يعني لما أذن عليها الفجر ها أي لما أذن إذا الفجر حول ركعتين حول ركعتين إن شاء الله السؤال الأخير طويل عمر أنا أحيانا مثلا لما بصلي الفجر فيهم بستنى مثل قبل بخليهم يستنونون وبقول لأذكار الصباح جزء منها يعني فبيقولوا لي لا ما يصير أذكار الصباح إلا بعد ما ينتهي صلاة الفجر هل أذكار الصباح والمساء هلها أوقات محددة شاء الله يحميد بارك الله فيك الله يحفظ طيب يلا يلا أخذ فاصل قصير وأعود لكم بحول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حر حر عالم يعيد تشكيل أحلامهم باب أمل جديد صنعتموه أنتم بعطائكم ومشاعركم لتستبدل الحروف مكانها ويصبح الألم أملاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حياكم الله من جديد أرجع إلى الأسئلة طبعاً بقي عندي سؤال من اللقاء الأسبق الأخت أم يعرب من سوريا سأل ثلاثة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها تقول بأنها كانت صائمة ستة من شوال تقول لما صحيت من النوم شفت أثر دم طالع من أسناني ما حكم صومي أم يعرب بارك الله فيك بالنسبة لصومك صحيح ولله الحمد والمنة فكل من كان صائماً واستيقظ من نومه فوجد دم من أنفه أو من فمه أو من بلعومه مثلاً أو وجد ارتجاع أو شيء من هذا القبيل صومه صحيح ولله الحمد والمنة ولا يشك في هذا والمطلوب منه أن ينظف وهذا شيء طبيعي يعني وازع طبيعي يدفع الإنسان إلى أن ينظف هذه الأشياء حتى لا يبلعها مرة ثانية وقد يتسبب في يعني الإضرار بصومه المهم الصوم صحيح ولله الحمد والمنة أم يعرب تقول كان عندي أخ متزاعل أنا وإياه مات من خمسة أشهر تقول يعني ما زال ضميري يعذبني وأتألم على مثل هذا الشيء أم يعرب بارك الله فيك أولاً أسأل الله عز وجل أن يغفر لي أخيك وأن يرحمه وأن يجعله في جنات النعيم الأمر الثاني يجب عليك الآن لا تنشغلي بالهم والحزن والتوجع وإنما تنشغلي بالشيء الذي ينفع أخاك ما هو الشيء الذي ينفع الأخ الآن في قبره أكثري له من الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء ونصوص القرآن كلها مستفيدة في تأكيد أن الدعاء ينفع الميت بإذن الله جل وعلا ولذلك أعظم ما ينتفع به الميت ويصل ثوابه إليه والدعاء فأكثري له من الدعاء وزيدي من جرعة الدعاء لأخيكي خاصة مع الحالة التي كنت عليها أنت وإياه وذهب وبينكما قطيع الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الصدقة إن كنت ذا مال تملكين مال تملكين شيء حرصي على أن تتصدق على أخيكي والصدقة الجارية أفضل من الصدقة المقطوعة فإذا كان عندك قدرة مالية مثلا توقفين مسجد تبني مسجد وقف لأخيكي أو تحفرين بئرا أو مثلا تشترين كمية كبيرة من المصاحف وترجوين ثوابها لأخيك وتبعثينها إلى الدول التي تحتاج إلى المصاحف وأما الانشغال بغير ذلك فهذا حقيقة مما قد يجعل لشيطان سبيل وطريق إليك وربما تندمين ندما شديدا حينما يوقعك في بعض المحاذير وهي رسالة إلى كل أحد يشاهدني يعرب مثال على أن أخرت الصلح مع أخيها وفرق بينهم الموت ولذلك على كل إنسان يشاهدني أن يتق الله فإذا كان بينك وبين أحد من أرحامك خصومة فبادر إلى مد يدي الصلح والسلام معه يعني كثير من الأولاد للأسف بينهم وبين آبائهم قطيعة ما تدري متى ينتقل الأب إلى الدار الآخرة ماذا تجني؟ ستجني حصاد المر ستجني الألم والحسرة كذلك بعض الإخوة والأشقة بينهم مشاكل للأسف الشديد وكل واحد متعنت وإذا تأملت في هذه المشاكل وجدت كلها دنيوية طينية سفلية لا قيمة لها قال ويقولون قيل وقال وفلان وفلانة للأسف الشديد ولذلك هذه أم يعرف مثال حقيقة لتبعث رسالة لكل أحد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا تؤجلوا الصلح مع أرحامكم الذين بينكم وبينهم خصومة فما تدرون من الذي يسبق الآخر إلى الدار الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع عموماً ما بين الأرحام وما بين الأقارب من الإشكالات يجب حقيقة أن يغلق هذا الملف وأن يرمى وراء الظهر وأن يكون تاريخاً لا ينظر إليه الإنسان بل يحمد الله عز وجل الذي منى عليه بأن مد يد الصلح والسلام مع أرحامه ومع أقاربه عموماً أخت الفاضل اشتغلي بالدعاء والصدقة ودعك عن نفسك هذا الأمر وأكثري له أكثري له من التصدق ومن الدعاء بارك الله فيك أم يعرب سألت تقول بالنسبة لصيام ستة من شوال هل يجوز أن يجمع مع القضاء أختي أم يعرب بارك الله فيك هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقه فمن أهل العلم من يذهب إلى جواز جمع ستة من شوال مع القضاء بشرط أن يكون النية للقضاء أولاً يعني يقضي وينوي ستة من شوال أيضاً قالوا لا بأس بذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد والقول الثاني قالوا بأنه لا يجتمعان لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة مفعولة على جهة القضاء أو على جهة التبع فإن لا تجتمع مع غيرها لا تجتمع مع غيرها وإذا جئنا إلى صيام ستة من شوال نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه لفظت وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر الذي يرجو الأجر من الله عز وجل في صيام ست من شوال هو من صام رمضان كاملا وأما الذي صام وعليه قضاء فلم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحسنة بعشر أمثالها يعني ثلاثين يوم وستة أيام ستة وثلاثين في عشر ثلاثمائة وستين يوم على عدد أيام السنة فالذي يصوم بعض رمضان ثم يصوم ستة من شوال على هذه القاعدة لا يحصل الأجر أمر آخر الذمة شغلت بالقضاء ولم تشغل بالنفل ولذلك الواجب على الإنسان أن يبادر إلى القضاء فالله جل وعلا يسأل العبد يوم القيامة عن القضاء ولا يسأله عن صيام ستة من شوال لأن القضاء فرض لازم وحتم واجب بارك الله فيك ورضي عنك والأمر الآخر سيام ستة من شوال سنة ولله الحمد والمن وكان كثير من الصحابة لا يصومونها بل عائشة رضي الله عنها فيما يظهر بأنه ما كانت تصوم ستة من شوال وكانت تؤجل قضاء رمضان إلى شعبان ولما سئلت في ذلك قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو براهيم من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة يقول ما هي أحكام اليمين أبو براهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لأحكام اليمين لا شك بأنها كثيرة وعديدة ولكنني ألخصها في التالي أولا اليمين على نوعين يمين مشروعة ويمين محرمة أما اليمين المشروعة فما كان الحلف فيه بالله بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وأما اليمين المحرمة فهي ما كان الحلف فيه بمخلوق من المخلوقات كأن يقول والنبي والكعبة أو ورأسي ورأس فلان وسيدي مثلا وشيء من هذا القبيل فهذا مما هو محرم ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال عليه الصلاة والسلام جاء في إنكاره على بعض الصحابة حينما سمعه يقول وأبي قال لا تحلفوا بآبائكم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بالله كان يقسم بالله جل وعلا كثيرا إما بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فيقول إنسان والله وبالله وتالله أو يقول والذي نفسي بيده أو وحياة الله وعزة الله مثلا هذا مشروع الأمر الثاني بالنسبة لأحكام اليمين من الجانب الفروعي الفقهي فهي على ثلاثة أقسام يمين يمين اللغو ويمين الغموس واليمين المنعقدة أما يمين اللغو فهي التي تجري على اللسان من دون قصد كقول الرجل في البيت مثلا أو المرأة تقول يا أولا والله لا أضربكم والله لا أفعل أو والله لا تجرس هنا والله لكذا مثلا هذه تجري على اللسان من دون قصد هذه لا شيء فيها لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اليمين الثانية اليمين الغموس والعياد بالله وهي اليمين على شيء ماضي كذبا وزورا لأجل اختطاع الحقوق مثلا والاستيلاء على حقوق الآخرين وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم ترميه في النار والعياد بالله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا الكبائر وجاء في لفظ أكبر الكبائر وذكر منها اليمين الغموس كمن يحلف على شيء ليأخذه ظلما وبهتانا وزورا والعياد بالله حتى يحصل على مثلا شيء من الأموال أو شيء من الأعيان أو شيء من هذه الأشياء والمنافع فيقسم كذبا قاصدا ومن جملة اليمين الغموس الحلف على البضائع لتنفيقها كذبا كأن يقول الإنسان والله إن رأس مال هذه السلعة مئة وهو كذاب رأس مالها ثمانين حتى يربح أكثر هذا جاء في مسلم من حديث أبي ذر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر منهم خابوا وخسروا يا رسول الله قال المنان قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اليمين الثالثة اليمين المنعقدة وهي اليمين على شيء مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا كأن يقول الإنسان والله لا أكلم فلان أو يقول والله لا أدخل بيت فلان أو يقول الشخص والله لتأكلن معي أو والله لتسافرن معي مثلا هذا تسمى اليمين المنعقدة لأن الإنسان عقد القلب عليها ولذلك يقول جل وعلا ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان هذه اليمين المنعقدة كأن يحلف على شيء مستقبلي وهذه إذا كان في فعل خير في يحنث في يمينه ويكثر لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ إلا كفرت عن يميني قدم الكفارة إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير وآتيت الذي هو خير هذه من جملة اليمين أيضا المنعقدة الكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد عتق رقبه فمن لم يجد فمن لم يستطع على إطعام عشرة مساكين أو لم يجد أو كسوتهم أو عتق رقبه ينتقل إلى الصيام لا كما يفعله الآن كثير من العوام هدان الله وإياهم يذهبون إلى صوم ثلاثة أيام وإنما الكفارة إطعام عشرة مساكين الذي لا يستطيع الإطعام ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام طبعا هنا بعض المسائل متعلقة باليمين المنعقدة منها ما يتعلق بإبرار المقسم كأن يحلف الإنسان على شخص يقول والله تاكل معي مثلا طبعا الأصل أن الإنسان يبر قسم أخيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست إبرار قسمه ولذلك إذا حلف عليك في أمر مباح ومشروع فطبعا بعض العلماء قال يجب عليه أن يبر قسمه وبعضهم قال يستحب له أن يبر قسم أخيه فإذا لم يفعل حنثك عليك الكفارة عليك الكفارة ولجواب سابق تنتبهون طبعا لأنه كان فهمي للسؤال غير ذلك تنتبهون لهذا وإنما عليه الكفارة كذلك من حلف على شيء خطأا كأن يقول والله إن الشمس قد ظهرت مثلا يقول الشمس قد ظهرت فوهو يتوقع بأنها قد طلعت طلعت فخرج فلم يجد الشمس قد طلعت مثلا فلا شيء عليه لأن هذا من جملة الخطأ فهو لم يعقد اليمين على شيء هو متأكد منه متأكد منه وهذا من جنس الخطأ هذا من جنس الخطأ بارك الله فيك هذا بإجمال وإن شاء الله لعل الله عز وجل يسر وقت مثلا نفصل فيه أحكام اليمين بشكل أوسع لأن كثير من الناس يحتاج إلى مثل هذه المسالة أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم من يتوضع على قفازات اليد قياسا على الخفين أخوي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة لقفازات اليدين لا يقاسان على الخفين ولا على الجوربين فبينهما فرق كبير وإنما جاء الترخيص للمس على الخفين لأن القدمين يباشران الأرض فيحتاج الإنسان أن يلبس الخفاف وأن يلبس الجوارب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما يصل إلى التواتر المعنوي أنه مسح على الخفين وكذلك الصحابة مسحوا على الخفاف وعلى الجوارب الأمر الثاني بالنسبة للبس القفازين إن كان لمرض كأن يكون به أكزيمة أو مثلا حساسية شديدة ولا يستطيع خلعها والأطباء منعوه من ذلك فنعم يجوز له أن يمسح لكن قياسا على الجبيرة لا على الخفين يعني يعمم المسح كاملا مثل اللواثق الطبية الذي يمسح عليها إنما يمسح كاملا والأفضل أن يدخل القفازين اليدين وقد توضع وهما طاهرتين يعني اليدين فأما إذا كان لا لمجرد فقط توقي من الفيروسات أو الجراثيم أو شيء فلا يجوز له ذلك وإنما يجب عليه أن يخلع القفازين وأن يغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع مع المرفقين من أطراف الأصابع مع المرفقين ولكن يجوز له أن يصلي بالقفازين إذا توضع وضوعا كاملا أما إذا كان مريضا مثل ما ذكرت وأوصل أطباء بذلك فيقاس على الجبيرة لا على الخفي أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم الصلاة في الشارع ووضع السجادة على البالوعة اللي هي الصرف الصحي أبو إبراهيم بارك الله فيك الأصل أن الإنسان يختار لصلاته مكانا نظيفا طاهرا لا مشكوك فيه لأن الإجماع منعقد على أن المصلي لا تصح صلاته إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة والمقصود بالبقعة أن لا تكون عليها نجاسة يباشرها الإنسان ببدنه أو بثيابه هذا هو الأصل ولذلك الإنسان يختار مكان مناسب لصلاته من حيث الطهارة من حيث الطهارة أما إذا لم يجد واضطر إلى الصلاة في الطريق أو اضطر إلى الصلاة فوق الحمام مثلا أو البالوعة مثلا غطاء البالوعة ووضع سجادة مثلا عليه فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة ولا شيء عليه في ذلك فاطمة من رأس الخيمة تقول بأنها دفعت تريد أن تدفع ثلاث تلاف علشان الحج لأبيها وعمها وعمتها تقول ما حكم ذلك تؤجرين يا فاطمة بارك الله فيك وهذا من البر لوالدك وأيضا من الإحسان وصل لعمك ولعمتك وهذا عمل صالح تؤجرين عليه بإذن الله بادري بهذا فإذا دفعت مثلا وكان عندك مبلغ جيد ادفعي للثلاثة وإذا ضاق عليك المبلغ ادفعي لوالدك فإنه هو أحق أحق من الباقين حج عن والدك بارك الله فيك فاطمة طبعا تذكرت سؤال لها سابق وأجبت عليه في نفس البرنامج لكن تقول ما سمعت وما في بأس أن يعيد الجواب تقول بأنها نسيت التشهد الأول وما ذكرته إلا في التشهد الأخير تقول وأكملت صلاتي وسجدت للسهو سلم ما حكم صلاتي صلاتك صحيحة والفعل الذي قمت به هو الصحيح بارك الله فيك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة سبح به أصحابه يعني قالوا سبحان الله فأمرهم بالقيام ثم لما انتهى من التحيات قبل السلام سجد سجدتين لهذا السهو لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب في الراجح من قول أهل العلم جماهير العلم يقولون سنة والقول الثاني قالوا بأنه واجب وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والضابط الشرعي في ترك الواجب إذا نسيه الإنسان وتركه وتلبس بركن بعده فلا يجوز له أن يرجع إليه وإنما يجبره بسجدتي سهو وأما إذا تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلة صلاة تعمد وقصد ذلك تبطل الصلاة أما إذا نسيه وما تذكره إلا بعد الانتقال إلى الركن لا يجوز أن يرجع إليه ويجبره بسجدتي سهو محمد من عمان يقول بأنه صلت ظهر أربع ركعات يقول أنا متعود أنني فارتشهد الأخير أتورك يقول بعد ما سلمت دقيقتين أو شي يقول تذكرت كأني أنا ما صليت إلا ركعتين يقول قمت جبت بركعتين وتشهدت وسلمت وسجدت للسهو يقول ما حكم فعلي يا محمد بارك الله فيك أنت بنيت نقصان صلاتك على كونك لم تتورك وهذا غلط هذا غلط بارك الله فيك فالأصل أنك أتيت بالصلاة كاملة هذا والأصل و لذلك الشيطان جاءك بعد الصلاة و حاول أنه يلبس عليك صلاتك و يوهمك بأنك ما صليت عموما الحمد لله صلاتك الأولى صحيحة و الشك الطارئ بعد العبادة مطروح و غير مقبول و كونك جبت ركعتين و سجدت للسهو أرغمت الشيطان في هذا و إن كانت لا تدخل على قضية الشك لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن عموما صلاتك صحيحة و ما في حاجة أنك تعيدها يا محمد رفيعة من العين تقول هل يؤجر الإنسان إذا قام بكتابة الأدعية و الأذكار و يعلقها و يوزعها نعم يا رفيعة بارك الله فيك هذا من العمل الصالح بالنسبة لكتابة الأذكار و الأدعية حتى الناس يتنبهون لها و يحفظونها و يتذكرونها هذه من الأعمال الصالحة لكن تجنب كتابة الآيات القرآنية و تعليقها و إنما اهتم بكتابة الأدعية و الأذكار و إذا كان عندك مشروع تجمعين مثلا شيء مما صح عن النبي عليه الصلاة و السلام من الأدعية و الأذكار أذكار الصباح و المساء و شيء من هذا القبيل يكون عمل طيب رفيعة تقول عندنا قط أسود ما يذهب عنه هل هذا شيطان لا مهو بشيطان بارك الله فيك الشيطان هو الكلب الأسود النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما ذكر أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سئلة قالوا يا رسول الله يعني لما الكلب الأسود ما الفرق بينه و بينه غيره قال الكلب الأسود شيطان و الكلب الأسود هو الكلب الأسود البهيم بمعنى سواده ليس فيه بيض ليس فيه شيء من أجزائه يحمل لونا آخر و إنما سواد بالخالص هذا هو يكون شيطانا أما القط الأسود فلا لكن يذكر بعض الرقاط بأن أحيانا الجن يتلبس و يتشكل في صورة قط لكن ليس على الدوام و الاستمرار بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من عمان يقول أنا أقرض أناس مبالغ مالية و أناس متفرقين يعني يقول منهم من يرجعها و منهم من لا يرجعها يقول يعني الذين يرجعونها أزكيها و الذين لا يرجعونها يقول ما أزكيها لكن أحيانا يرجعونها و لكن بعد حين يقول هل الأفضل أتنازل عنها هل الأفضل أقبلها أم ماذا أبو عبد الرحمن أولا بارك الله فيك و رضي الله عنك و سددك و أبشر بخير فإن الله عز وجل قال من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يقول النبي عليه الصلاة و السلام يقول من أقرض أخاه مرتين فله صدقة فله صدقة و لذلك الذي يقرض أخاه مرتين يعني أفترض أنت الآن أقرضت شخصا مئة ريال عماني ثم ردها لك ثم أقرضته مرة ثانية مئة ريال عماني كأنك تصدقت بمئة ريال عماني صدق مدام أنك كررت عليه و هكذا كل شخص تقرضه و يقول الله عز وجل الآية أنا سبحان الله في نفسي شيء من الآية أكيد أني أسقط حرف أو كلمة من من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يبسط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني القرض الحسن هنا المقصود فيه أن تكون نيتك حينما تقرض إنسان أن تكون نيتك لله عز وجل فالله عز وجل يضاعفه لك أضعافا كثيرة أضعافا كثيرة ولذلك اهتم بهذا ولا تلتفت إلى هؤلاء الذين يقطعون الطريق أمام المحسنين للأسف الشديد يوجد أناس يعني يحسن إليهم الناس بالقرض ومع ذلك يقابلونهم بالجحود وبالنكران وبالمماطلة فلا يقطعون عليك الطريق وامضي في هذا بارك الله فيك الأمر الثاني بالنسبة لهذا القرض الذي عند الآخرين إذا كان هذا القرض مضمون الرجوع وأنت تعتقد بأنه سيرجع إليك فيجب عليك أن تزكيه في الراجح من أقوى لأهل العلم لأن هذا أشبه بالوديع وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن القرض الحسن هذا لا يزكى لكن الراجح بأن يزكى وأما إذا كان عند شخص آخر لا يعني مثلا يجحد أو مماطل أو تعتقد بأنه معسر ما يعني يسدد مثلا فإنك لا تزكي حتى يعني يعيد القرض إليك فإذا قبضت القرض تزكيه عن سنة واحدة فقط هذا بالنسبة للمعسر أو المماطل أو الجاحد مثلا قد يصحى ضميره فيما بعد ويرجع لك المبلغ فتزكيه عن سنة واحدة فقط بارك الله فيك يبقى قضية التنازل يعني هل ترى يعني تقول أتنازل نعم لا شك بأن التنازل هذا التصدق فيتحول القرض من كونه قرضا إلى كونه صدقة من كونه قرض إلى كونه صدقة ولذلك إذا تنازلت عن الشخص قلت له المبلغ الذي عندك أنا مسامحك فيه تصدقت عليه تصدقت عليه لكن بشرط أن لا تجعله من الزكاة لأن بعض الناس الله يهدينا وإياهم يدري بأن فلان معسر أو فلان تأخر أو هو يخجي لطالبة يقول خليها زكاة هذا غلط ولا تقبل من الزكاة لأن الله جل وعلا جعل في الزكاة أخذ وإعطاء يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة وهذه ما فيه أخذ وإعطاء والشيء الثاني الزكاة لهنية وهذه ما لهنية الأمر الآخر الإنسان حمى ماله وجلب إلى نفسه نفعا لما قال والله خلي أخصمها من الزكاة فتربهوا لهذا بارك الله فيكم أم أحمد من العين تقول يعني هي تقول أنا شفت كلام لبعض العلماء فيما يتعلق بمسألة المرأة المحادة التي مات زوجها وهي في العدة يقول بأنه ما في بأس لو شافت الرجال وشيء من هذا القبيل تقول يعني إحنا كنا نفهم بأنه إذا شافت الرجل خلاص أو شافها الرجل خلاص إذا انتهت العدة هل هذا الكلام صحيح؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك كثيرا ما أتحدث على قضية الأحكام الحداد ويمكنك أنت التابعين أخت الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك بالنسبة للمرأة المحادة اللي مات عنها زوجها يجب عليها أن تعتدى أربعة أشهر وعشرة أيام هذا الأمر الأول أربعة أشهر وعشرة أيام من متى من ساعة وفاة زوجها سواء علمت أو لم تعلم يعني علمت زوجها اليوم توفي خلاص بدأت العدة ما علمت إلا بعد شهر خلاص شهر هذا محسوب من العدة الشهر هذا اللي ما دريت عنه قالوا لها بعد شهر زوجك توفي الآن سقط شهر باقي ثلاث أشهر وعشرة أيام ثلاث أشهر وعشرة أيام لماذا؟ لأن العدة ما تقضى العدة ما تقضى وإنما يبدأ فيها من ساعة الوفاة علمت أو لم تعلم طبعا إذا ما علمت أكيد تمارس حياتها بطبيعي ما تؤثم لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم وهي ما علمت بهذا الأمر الثاني بالنسبة للمرأة عندها خمسة أشياء المحادة تضبطها أولا ما تضع الكحل في العين ما تكحل الأمر الثاني ما تلبس الذهب وإذا كانت لابسة ذهب وجهها خبر زوجها تنزع الذهب خاتم ولا قرط ولا قلادة ولا أي شيء المسألة الثالثة ما تضع الطيب ما تطيب والرابعة ما تلبس الثياب الجميلة والخامسة ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاج الضرورة في الليل والحاجة في النهار لكن إن احتاجت إلى الخروج تخرج يعني مثلا مرضت يودونها الطبيب ما فيه شيء ويشوفها الطبيب حتى لو كان رجل ما فيه بأس لكنه بحجابها مثلا المحكمة طلبوها قالوا فيه أوراق تتعلق بالتركة و بالورثة لازم تيجي توقعين يودونها عيالها المحكمة توقع عند القاضي أو عند المحامي أو عند أي شخص آخر مثلا يجوز لها تطرع في الحوش يجوز لها تصعد على السطح يجوز لها تشاهد التلفزيون البرامج النافعة الطيبة يجوز لها تكلم مثلا المزارع اللي عندهم تكلم العامل تكلم مثلا المتجر رأي البقالة تقول جيب لنا كذا ما فيها شي ما فيها شي و إذا ضاق صدرها مثلا و عيالها خافوا عليها وصل عندها أزمة و شي يجوز لعيالها تلبس اللباس الشريف يجوز لعيالها يأخذونها يمشونها مثلا عند البحار و لا يطلعونها البر و لا يلفون فيها شيء هذا و يرجعونها بيتها و الحمد لله ما فيها شي فكونها ترى الرجل أو يراها الرجل و هي في العدة ما يبطل الحداد ما يبطل العدة بارك الله فيك و رضي الله عنك راشد يريد نصيحة للنساء يقول يذهبن إلى الأسواق قبل المغرب و ربما يرجعن بعد صلاة العشاء فيفوت عليهن صلاة العشاء راشد بارك الله فيك لا شك بأن الواجب على المسلم أنه يهتم للصلاة يجب على المسلم أن يهتم لصلاته و لذلك الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني فرضا موقوتا له وقت ابتداء و انتهاء و الإنسان الذي له اهتمام بصلاته سبحان الله العظيم يرتب حياة الترتيب على الصلوات الخمس هذا الإنسان الذي فعلا يعني نظامي في حياته إنجاد في حياته أما الإنسان الفوضوي الإنسان العبثي الإنسان الذي آخر همه الصلاة طبيعي يخرج متى شاء و يدخل متى شاء و لذلك نصيحتي لأخواتي خاصة اللي تقول والله أنا يمكن أطول خلي روحتك بعد المغرب اطلعي بعد المغرب صلي المغرب اطلعي أو مثلا إذا كان في السوق اللي رايح إلى مصلى النساء اتصلي هناك و إلي الله الحمد و المنه لأن الصلاة العشاء وقتها طويل لكن صلاة المغرب لا وقتها ينتهي بأذان العشاء ساعة و ربع تقريبا و لذلك أخواتي بارك الله فيكم يعني نزولا عند رغبة الأخ راشد يريد نصيحة هذه نصيحتي بارك الله فيكم أنكم تهتمون في قضية الصلاة يعني هذا ليس المغرب فقط حتى العصر يعني الإنسان يصلي و بعدين يطلع يبني دائما الله عز وجل ما أعطانا هذا الترتيب للصلاوات إلا أن ننظم حياتنا تصير ترتيب لحياتنا وفق هذه الصلاوات الخمس و هذا يعني سر عجيب جدا في الصلاوات بهذا الترتيب أغلب المسلمين ما يفهمونه أغلب المسلمين بعيدين عن فهم لماذا الله عز وجل جعل هذا الترتيب البديع و العجيب لهذا الصلاوات و لذلك نحن المفترض نبني دنيانا على ما أمرنا الله عز وجل لا أن نبني ديننا على دنيانا بمعنى أنه ما نطوع الدين تطويع على والله مسائلنا الدنيوية لا بل نطوع الدنيا للدين و بعدين وين الضرر يعني الآن المرأة لو صلت المغرب و راحت للسوق الحمد لله تقعد ساعتين ثلاثة ما عندها مشكلة لأن الصلاة العشاء وقتها طويل تطلع تصلي العصر وتخرج مثلا وقت ما بين العصر و المغرب أيضا وقت طويل فإحرصوا على تنظيم أوقاتكم وفق الصلوات الخمس راشد طبعا بالنسبة للعبة هذه الحمد لله أجبنا عليها يعني سألنا أحد الأخوة و المقطع منتشر و لله الحمد و جاءتنا ردود فعل طيبة و لله الحمد من كثير من الناس و في ردود فعل والله مؤلمة يحكون قصص والله يعني فعلا تقطع نياط القلب و حزينة يعني من ممارسات بعض الأولاد و كذلك الأمراض اللي تعرضوا لها و كذلك العقوق اللي وصل عند بعض الأولاد تجاه والديهم بشكل حقيقة فضيع و كذلك و كذلك بعض البنات للأسف حتى بعضهن متزوجات و حصل طلاق و حصل فرقة كان بيودي و الله أني أستلسل شوي لكن عموما وقت البرنامج انتهى أمري من السعودية أنس من الشارق محمد من أبوظبي و أبو عبد الرحمن أيضا سامحوني نهى و حميد من أبوظبي و وقت البرنامج لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله و قوتي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية